الخبر اللي عادنا عن أنس وأصالة وتغيير اسم قناتهم من الاسم القديم وهو أنس وأصالة بالعربي وبالإنجليزي وهو حاليا أنس وأصالة فاميلي وأنس وأصالة بدون أي كلمة إنجليزي أما نسأع سببه فصراحة لم أدر شو سبب بالضبط ولكن صراحة أن الاسمين حلوين يكتبونه أحباء بالكومنتات شراكم بالفكرة بتغيير اسم قناتهم لهذا الشكل واكتبونه بالكومنتاتي هجبكم أكثر اسم قديم أو الجديد الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هو نور مارف لأنه ما نزل على سبب الإنستغرام شويت ستوريات وبهذا السورية تعلم من خلالها أنه رح ينزل مقطع باشر وهو خلص تصوير هذه المقاطع رح ينزلنا باشر الساعة بالأربعة ويحكو المقطع النار وحما ترطيكم السوريات شوفوها جماعة الخير وأخيرا صورناكم فيديوهين بكرة رح ينزل فيديو إن شاء الله على الساعة الأربعة رهيب والفيديو اللي بعده رح يكون سكيتش رهيب فغليكن جاهزين أنا والشباب والشلا والفريق كلاتنا هون بكرة فيديونا خليط على الساعة أما اليوتيوبر الثالي عادة فهو عمار الأقرب وأخيرا الرجوع عن اليوتيوب فعمار ردنا مقطع القناة باليوتيوب حتى تكون مقطع بالوصفة بأن كل يروح يشفي المقطع سواء مقطع أسلوية هواي من الأشخاص يستطيعون هذه الأسلوية مجاوبة ألوية المقطعوية وطبعا بلا يوم الجاي لحي يرجع يفضاح أنس الشايب الخبر الثالثي اللي عادنا عن أنس الشايب وفضيحته فأنس شايب انتشرت لشوية صور على التيك توك فهذه الصور شاندي مد بها لسانة شاندي هالشخص نوعا ما ديسوه إنشاء زالة 18 طبما رح كدور حطوكم كل الصور لأن نوعا ما هاي صور ممكن تحذيفي لقناتي أو تحذيفي للمقطع ولكن واضح من شكل أنس شايب هو شنو قاعد يسوي بياه طبما هواي متابعي صار التهجوم عليه لأن انتو حاليا قاعد تريد تتزوج تشجع سوية أشياء نوعا ما قاعد يدخون بيسان ويا شباب فكتبنا الحباب بالكومنتاج شاركوا بحركة اللي سواها نس شايب وخيانة البيسان الخبر الرابع اللي عادنا عن متابعي نارين بيوتي وتهجمهم مع النور ستارز فالنور ستارز نزلت على سبب الإنستجرام وهذا البوست وهذا البوست جانبي هذه الصورة وكالعاد يا حباب كل الكومنتات اللي يجدت هيشان دي تهجموا عليه وقاعدين يسببوها اللي يقول لها انت قاعد يتمكي يجي من الفلسطين قاعدة تنحرق واللي قاعدين يتهجمون عليها من جمهو النارين بيوتي فاكتبنا الحباب بالكومنتاج شاركوا بحض الخبر وهل يستعقل التهجوم التي تعرضت له أو لا الخبر الخامس اللي عادنا عن آياتي وعيد ميلادها فاليوم يا حباب هو يوم عيد ميلاد آياتي إن شاء الله ألف مبروك وعقبال مليون سنة يا رب طوال الحباب هي عمرها حاليا صارت 13 سنة فلسلسوني حباب أن تعيدوها بالكومنتات على عيد ميلادها وبصورة حباب نهاية وصلاة المقطعات من المقطع عجبكم لحضروا ليكسركم بالقناة شكرا لكم فيزين لسلسوني المقطع عمر بالوصف ومع السلامة